لما القصة بقى الأولانية بس عشان أنا نسيت أقولها في الجزء الأولاني لما خدهم الحاجات من الشين بيت اللي هي فيما يتعلق به العملاء بالفعل حماس استطاعت أن تصل إلى أسماء عدد من العملاء الفلسطينيين اللي بيعملوا مع الجهات الإسرائيلية وهذا يفسر لنا من ثلاثة أيام تم اغتيال أو تصفية ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية بمعارفة عناصر من حماس من المقيمين في الضفة وأعلنوا أسماءهم وأعلنوا أن التصفية تمت بسبب التجسس لصالح إسرائيل هذا يعطيك دليل على أنه هذا ما أخدوه بدأوا يعملون معنى الحضراج بتتفضل بيه ده أنه الوجع الإسرائيلي الكبير في يوم 7 أكتوبر مش بس الإهانة والهزيمة العسكرية بالإضافة حتى إلى مجموعة الرهن الكبرى لا أكتر ما واجعهم هو الاختراق المعلوماتي المعلوماتي الأمني والمخابراتي ثم العسكري وأجيلك في الحتة ده يحيى السنوار نفسه عندما كان مسجونا كان مسجونا بسبب إيه؟ سن 1989 هو تولى أن يقوم بتصفية العناصر الفلسطينية التي تتعاون مع الجاين الصهيوني ومع المخابرات الإسرائيلية وقام بنفسه بتصفية أربعة أفراد قُبِد عليه في العملية الرابعة وعندما قُبِد عليه لأن الإسرائيليين كانوا حيجنين كل واحد من العملة بتوحهم عملية تسقط واحد وردتان صحيح عندما قُبِد عليه تقدموه لمحاكمة عسكرية وليست محاكمة مدنية والمحاكمة العسكرية حكمت عليه بـ 427 سنة أحكام متركمة وهو كان عايش وداخل المحرس بتاعه أنا وأنا في إسرائيل أنا كان أهم حاجة عندي أن أنا أتعلم العبرية تعلم اللغة العبرية ونحن موجودين في المجتمع الإسرائيلي يفتح الأبواب المغلقة ويفتح الأبواب النصف مفتوحة مليون في المئة وعندما انتهيت من الكرسين بتوعي المكثفين في معهد كان ممنوع على الدبلونسيين الأجانب أنهم يروحوا فيه بدأت أتحدث بطلاقة مش بطلاقة 70% من اللغة العبرية فتحت أمامي حاجات كتير طبعا طبعا تعرفني إيه يا سنوغر باستكمال حركته فضلت به متحكم عليه بربعمية وشوية سنة سجن وفأثناء قضاء العقوبة جالوا يعني ألم ومرض فضل ورم في مخه ورم في مخه ويتعملوا عملية في مستشفى إسرائيلي مظبوط وبعد ما أنقذوا حياته حاولوا يجندوه مظبوط وهو قال لهم أنا زاهد في الحياة السياسية ومش عاوز أعمل حاجة نايمهم يعني إسرائيل الصندوق الأسود طبعا عشان نكمل القصة والسنوار خرج في صفقة جلعات شليد جلعات شليد خرج في تبادل الأسرة جلعات شليد بألف معتقل ألف سبعة وربعين معتقل ألف سبعة وربعين فكان إحسن نوار واحد منهم أنا أقولك إسرائيل الصندوق الأسود هذا هو اسم قناتي على اليوتيوب التي أدى عامل فيها مع فتحتها من ستة شور بس لأن أنا هدفي أن أنا أدي توعية كاملة للشباب المصري والشباب العربي وأنا بتناول فيها الشأن الإسرائيلي بالكامل من الداخل بمؤسساته المخابراتية والعسكرية والأمنية وبعمليات المساد وخلافه نعود السنوار هو حتى مسك هزغالك أنا مش خايف؟ لا ليه لا لا أنا خركت وانتهى الموضوع ما بيني وما بينهم أنا ما دخلش إسرائيل تاني يعني ومش تناوي أدخل فالموضوع هم بيضيقوا مني لأن أنا بكشف عنهم حقائق زيادة عن لزوم فبيضيقوا علي الخناء في اليوتيوب وبيعملوا ليش ريتش وخلافه لكن أنا ما بيهمنيش الناس بتبتدي تكلم بعضها زي ما بيقولوا فأنيوي أدي السنوار كان هو متخصص في ذلك فهو قام بإصدار أوامره بتصفية التلاتة يبقى أدي واحد التانية فيما يتعلق بقبل بوحدة 8000 ومتين كل هذه المعلومات تم وصلت إسرائيل كانت في ساعة 11 صباحا يوم 7 أكتوبر يوم 13 أكتوبر نجحت حماس في إخراج هذه المعلومات للخارج يوم 13 أكتوبر حدث لقاء ما بين ممثلين من حماس حزب الله حرص الثوري الجمهوري في حرص الثوري إيراني في لبنان وبدأ في المقايدة في مدان الحمسة جماعة حماس قالت لهم أدي الجزء الخاص بحزب الله أدي بقى الجزء الأكبر الخاص بيكم إحنا بنشكركم على اللي أنتو عملتوه من حزب الله ومن إيران بس إحنا لنا مطالب كذا وكذا وكذا فبدأت المفاوضات فيها مفهوم هذه النقطة مهمة الحقيقة وغير معلنة وغير منشورة في أي مكان أنا بقولك سبق صاحب ممتاز الهدف الثالث كان إيه الدخول على مقر الجيش الإسرائيلي في القطاع الجنوبي في الجبهة الجنوبية وكانت قاعدة موجودة عندما تم الدخول إليها كان فيها وحدة أمان اللي هي المخابرات الحربية الإسرائيلية أيضا وحدتين وحدة عملت مع الجانب العسكري ووحدة عملت مع الجانب المخابرات الحربي وآخذوا فردين من أمان كانوا موجودين ولمهم كل الحاجات ديه ودي كان فيها حاجات مهمة فيما يتعلق به الخطط العسكرية اللي كانت موجودة في حالة ما صدر قرار باكتياح قطاع غزة فكانت موجودة وهم عشان كده الفلسطينيين الحمسويين عارفين هم حيبتدوا منين ولو أنها تغيرت ولكن تغيرت بس إلى حد جزء عمرك تغيرت غير مئة في المئة إذن هذه هي الأسباب الثالث ما كان في المستوطنات والحقيقة الأهداف كلها نجحت بامتياز يوم 7 أكتوبر ومن خلال ست ساعات كانت موجودة في غزة هذا بقى ما أثار وجن جنون الجانب لإسرائيل إخفاق أمني إخفاق مخابراتي إخفاق عسكري صحيح إذن إسرائيل لم ترى في حياتها مثل هذا الإخفاق حتى في حرب 73 كان الإخفاق مخابراتي وعسكري وليس أمني معهم لكن ده معهم ده متكابل ده بالضبط فمن هنا تقدر تفسر الرد الفعل الجنوني الإسرائيلي فيما يتعلق به شكرا نتنياهو بعد دقائق طلع قال إسرائيل مش ألحا ننتقم قال إحنا في حالة حرب على طول وأصدر قراره ولجأ إلى المدة 47 وفي لما في جمع الاحتياط وجم جمع الاحتياط 360 ألف مقاتل زائد القوات الإلزامية أو القوات العاملة 190 ألف يعني إجماليهم 550 ألف هذه قوات وإجمالي ما لدى حماس من 30 إلى 35 ألف آه 5 ألف إذن لا يوجد مقارنة بين القواتين ولا يوجد مقارنة بين إمكانيات كل واحدة فيهم صحيح إذن النقطة المهمة هنا هو أن الإلهاء سواء كان في السواريخ علشان التوافات تعدي أو عشان كان في المستوطنات علشان الأهداف العسكرية والأمنية والمخابراتية تتحقق صحيح تمت هذه في حد ذاتها انتصار كبير للغاية لم يكن متوقع حتى من جانب حماس لم تكن تتوقع أن يتم هذا بهذه السهولة بأقل قدر من الخسائر بهذه السلاسة وبهذه السرعة طيب حصلت الصفعة الكبرى يوم 7 أكتوبر ردة الفعل الإسرائيلية الحقيقة مش مفهومة طبعا سنوك معتاد لإسرائيل من القمع أو البطش وعمليات الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وكل ده مفهوم لكن في النهاية أنت حربك المفروض أنها مع حماس لو أنت إسرائيل وتانية حربك مع حماس فأنت بدل ما تستهدف حماس بعمليات مخابراتية وعمليات فيها تجسس وإستخدام الجي بي اس واللوكيشنز والأنفاء ومعا عمدت إلى فكرة التصفية الجماعية أو الإبادة الجماعية والقصف العشوائي للبنية التحتية حتى في غزة متحديا للعالم هنا نتنياهو عايز يعمل إيه؟ يعني إيه الهدف؟ العقلية الإسرائيلية حددتها بطرى أن الفلسطينيين زي ما قال حيوانات بشرية لا يمكن التعامل معها على قدر المسواب الإنسانية ومن هنا هم بقى بيروا كمان الحياة فبالتالي بعد دي كل الأرواح بيرانهاش قيمة لا قيمة لا ده علشان يعرفوا يتعايشوا مع نفسهم هم نفسهم وأنا موجود هناك كانوا بيقولولي هؤلاء ليسوا شوف بقى الكلام ده من 40 سنة يا حبارة هؤلاء ليسوا بشر كمثلنا إحنا لابد أن نتعامل معهم بشكل مختلف وده علشان خطر عندما يقوم بالقتل أو دبح بدم بارد ما يبقاش عنده لا تقنيب ضمير ولا مسألة قانونية فيما يتعلق به ولا حقوق إنسان هذا ليس إنسان عشان يكون له حق ولكن أقولك على حاجة تانية مهمة أنه هم بيروا أن كافة سكان قطاع غزة الحاضنة الحقيقية لحماس كافة سكان القانونية